تمكن العاملون في قسم الأطفال المستغلين جنسيا في إدارة حماية الأسرة من إلقاء القبض على شخص حاز وتداول أفلاما وصورا إباحية لأطفال عبر شبكة الإنترنت وقد تم اعتقاله وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة كما نفذ العاملون في إدارة مكافحة المخدرات ومدرية شرطة الرنفة مداهمة لأحد المنازل أفضت إلى ضبط سبعة أسلحة نارية وكمية من العتاد الحي إضافة إلى كمية من بودرة الحشيش الصناعية الجوكر وقد بوشرت التحقيقات لتحديد هوية المتورطين ليصار إلى إلقاء القبض عليهم كما ألقي القبض في محافظة عجلون على شخص بحقه عشرة طلبات في قضايا ترويج المواد المخدرة وقد بوشر بالتحقيق معه تمهيدا لإحالته للقضاء